حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر إرادة حديدية وقدرة على التخطيط ورؤية مستقبلية للنهوض بمصر في مختلف القطاعات ومختلف المجالات وبنتحدث اليوم عن أحد أهم المجالات والملفات الهامة اللي بتدرها مصر بكل اقتدار وهو ملف الصناعة ومصر تستطيع بكل تأكيد تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات والعبور إلى بر الأمان ومستقبل أفضل وتنمية مستدامة وحياة كريمة لمواطنيها أيضا جاء مؤتمر مصر تستطيع في نسخته السادسة بعنوان مصر تستطيع بالصناعة تناول مؤتمر مصر تستطيع على أرض مصر عدة محاور سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة المصرية في الاستثمار الصناعي هنتكلم عن هذا الملف ويبي شرفنا في الستوديو المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة وخبير قطاع السيارات بنقابة المهندسين أهلا بك يا فاندم معنا أهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا وأكيد كلنا بنحلم بهذا التوقيت وبهذه المرحلة اللي فعلا نقدر نقول على كل منتج بنستخدمه أو بنستهلكه صنع في مصر هل العنوان ده والشعار ده فعلا مصر تستطيع أنها تحققه على كل المنتجات ولا ليس بالضرورة كل المنتجات ولكن ممكن نقتحم مجالات فيها استثناء لقدرتنا أهلا المنساء أهلا بك الأول بطاقم العمل في البرنامج نتكلم النهاردة على مصر تستطيع طب هي مصر تستطيع أو لا تستطيع عندما نوفر الإمكانيات فمصر تستطيع عندما نوفر اليد العاملة الماهرة فمصر تستطيع لو النهاردة بنتكلم بشكل كبير جدا على صناعة السيارات وهي قاطرة التنمية بالنسبة للشعوب وخاصة للشعب المصري فمصر تستطيع لوجود مهندسين بكفاءات عالية جدا بوجود فنيين على مستوى مهاري عالي بوجود توصيات من فخامة رئيس الدولة بافتتاح المعاهد التكنولوجية والجامعات التكنولوجية لرفع درجة الحرافية والنوهو عند الشباب المصري يبقى هنا بنتكلم أن مصر تستطيع لازم يكون فيه الأول إمكانيات اللي بيها مصر تستطيع لكن أنا إمتى أستطيع أن أنا أستطيع وأنا ما عنديش إمكانيات نهائية لا تقوم الدول إلا على سواعد أبنائها بس أبنائها مين؟ أبنائها الأصحاء أبنائها المتعلمين أبنائها اللي عندهم خبرات بيكتسبوها من داخل وخارج الوطن بنتكلم على وزير الانتاج الحربي بنتكلم على الهائة العربية التصنيع الفريق التراس الرئيس الوزراء ومجموعة أخرى من رجال الأعمال كانوا بيحضروا هذا المؤتمر ليه؟ عشان نقول أن مصر تستطيع هناخد من الجزئية دي جزء صغير أوي تكلم منه على رؤية مصر 20-30 رؤية مصر 20-30 كما وضعها فخامة رئيس الدولة تكلم على البيئة والطاقة والشباب عندنا بيئة في القاهرة الكبرى خاصة بيئة ملوسة فيها نسب انبعاثات كربونية عالية للغاية وهي الأولى على مستوى العالم تكلم في الطاقة فنتكلم على استهلاك محروقات يفوق 16 مليار دولار سنويا حجم ما تستورد الدولة المصرية من المحروقات تكلم على الشباب ووجود معدلات بطالة بالدولة عشان نتخلص من الكلام ده كله بدأنا نتكلم على مبادرة رئيس الدولة الأولى بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية ليه؟ لأن في مؤتمر المناخ في العام الماضي أعلن الرئيس بايدن مع 40 قائد على مستوى العالم بتعهدات بتصل نسب انخفاض معدلات الانبعاثات الكربونية بالنسب تصل من 40 إلى 60% في 20-30 ده يحصل إمتى؟ لما تتعهد أمريكا وتعهد الصين وألمانيا واليابان وكل الدول الصناعية على مستوى العالم لها تعمل على تخفيف معدلات الانبعاثات الكربونية هنا تلاقي الدولة المصرية عملت مبادرتين المبادرة الأولى بتنكين مصر كمصنع إقليمي سيارات الكهربية بنسب مكون محلي تصل من 45% ويطمح رئيس الدولة أن تصل إلى 75% كلم على مبادرة رئيس الدولة التانية بإحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز ليه؟ عشان ننتهي من معدلات الانبعاثات الكربونية اللي موجودة في الجوة اللي بتؤثر على الإنسان وتشعيره بالإرهاق تكلم على الانبعاثات الكربونية بتتسبب في عدم نمو النبات بالمعدلات الطبيعية اللي موجودة هذا أيضا بيأثر بدوره على الإنسان المصري بيؤثر على الصحة العامة بشكل عام وبيؤثر على كافة مناحي الحياة والحياة فعلا مصر يعني بتقود هذا الملف أيضا ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم ونحن ننتظر انعقاد مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله على أرض مصر هنتوقف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نطلب نكسر من هذه المؤتمرات كتيرة ونجلب الخبرات عندنا ولما بجاد شيء احنا نروح لها نجيبها أكيد ده بيعلم مكانة مصر في وسط الدول ونهضة مصر ولازم اللي احنا نهتم بالنقط دي علشان خاطر جذب الاستثمار وتوضيط العلاقات بين الدول وبعدها هي عيد بشكل كويس ان برضو في عندنا الشباب كتير جدا محتاجة انها تاخد فرص في أي مجال مش شرط برضو الصناعة وده هيبقى أحسن كتير لاني مصر يظهر أكتر وأكتر تبقى حاجة كويسة بالنسبة للشباب والنسبة للناس كتير شايفة طبعا مواكبة طبعا للعالم الخارجي وان شاء الله دايما في تطور يعني حاجات مثل بتتنيه الخبرات اللي برة ودولوا على مقنة اللي برة طبعا أولى ببلدهم هنا فان شاء الله احنا كده في تقدم وده طريق ان شاء الله وصلنا كلنا المستقبل كويس جدا بإذن الله تعالى رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة وخبير قطاع السيارات بنقابة المهندسين أهلا بحركة فان دم معنا مرة تانية ويكوننا بنتكلم عن مستقبل الصناعة واستراتيجية مصر فيه توطين الصناعة المصرية والمحلية للوصول إلى منتج محلي بمواصفات ومقييس ومعايير ذات الكفاءة وجودة عالية ونقدر نقول كمان إنها لا تقل أبدا عن معايير دولية تنطبق عليها صناعاتنا المصرية ده الأمل وده الحلم وحريك كنت قبل فصل بتتكلم عن التزاوج أو الامتزاج ما بين الصناعة والبيئة بشكل خاص جدا لأنه نقدر نقول إنه ما يعانيه العالم الآن ومصر بصفة خاصة من تلوث في البيئة أو تدهور في حالة البيئة والطبيعة والمناخ يمكن كان السبب الرئيسي أو العامل الرئيسي في البداية هو الثورة الصناعية خلينا نقول فإيه رؤية حضرتك في يعني الامتزاج بين الملفين أو التنسيق بين الملفين ملف الصناعة والبيئة نقول إنه طبقا للإحصائيات التي نقرأها يعني من بلومبرج بنتكلم على إن 23% من نسب الانبعاثات الكربونية السامة في الأجواء بيكون سببها المركبات المركبات دي بقى سيارات على موتسيكلات على أوتوبيسات على تريلات على سفن على طائرات على قطارات كل ما هو بيستخدم الوقود الحفوري ده بيسبب هذا الكلام من هنا جات وجهة مصر أو رؤية مصر بدعوة العالم أجمع لحضور الكوب 27 اللي هيقام عندنا هنا في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 طب قبل كده كان في جلاسكو كوب 26 هيطلع من مصر يروح على فين الكوب 28 هيروح على الإمارات العربية المتحدة اللي احنا بنعمله أو مصر بتعمله بتكلم فيه جزئين مهمين جدا كلم فيه جزئية التلوث والبيئة وش على العالم الصناعة ونتكلم نعمل اتنين على مصر كوجهة سياحية على مستوى العالم أن يقام المؤتمر فيه شرم الشيخ النهاردة كان فيه زيارة معالي رئيس الوزراء بيتكلم على مع وزير النقل الوزير وزير النقل السيد الوزير كامل الوزير كامل الوزير النهاردة بيتكلمه على وجود مساحة شاسعة من الأرض هناك عشان نبدأ نشحن فيها عدد 120 أوتوبيس كهرباء في نفس الوقت بنتكلم على أماكن مخصصة لوجود أماكن لشحن أو لتموين الأوتوبيسات بالغاز فاحنا بنتكلم على مبادرتين الدولة في نفس الوقت إزاي أن شرم الشيخ هتبقى وجهة عالمية كوب 27 وإزاي هي تعتبر من أول المدن النظيفة والتي بتشتغل على الاستدامة وتشتغل على كل ما هو أخضر مش هيبقى فيه استخدام للوقود كله هيستخدم الكهرباء أساسي فوجود مناطق يعني بهذا الشكل بهذا الاتساع عشان تاخد 150 دولة أو أكتر هيزوروا مصر في الوقت ده هيبقى كويس جدا كلم هنا على الوجهة السياحية وإن مصر في 2010 ده خلها 12.4 من 10 مليون سائح عملوا لمصر 14.4 من 10 مليار دولار كان يطمح الوزير ان 2011 يبقى عندنا 20 مليون سائح يعملوا حوالي 22 مليار دولار فده بتعتبر وجهة سياحية مع الصناعة نرجع لعالم الصناعة تاني عالم الصناعة وتوطين الصناعة في مصر بيلزموا الرو ماتيريال والمواد الخام حسنا تتكلمي على إن هالمصر تستطيع في كل الجوانب إنها تبقى ملكة في الصناعة طبعا مستحيل ما فيش حد بيعمل على سبيل مثال سيارة من الأول للآخر لا المحرك بتعمل في بلد الجير بوكس بتعمل في بلد الكمبيوتر بتعمل في بلد الكمبيوتر الشراحة الإلكترونية بتتعمل في بلد تاني وكل هزي البلد تتجمع وتتعمل الصناعة في بلد معين على سبيل المثال ألمانيا على سبيل المثال اليابان على سبيل المثال كوريا والوات المتحدة كل ده بتتكلمي على قلع صناعية ما فيش ليها مسيلة على مستوى لكن ما فيش حد بيعمل from 8 و Z حضرتك احنا النهاردة نتكون على مكون محلي للعربية المصرية الكهربية بنتكلم على مكون محلي 45% 45% طب هو ليه رئيس الدولة بيحلم انه يوصل لـ 80% و 55% كل ما يزيد قيمة المكون المحلي الموجودة في السيارة المصرية ده هيقل سعر المركبة هيزود فترة الضمان هيوفر قطع الغيار اللي موجودة في السوق تستطيع مصر عندها هنقول ان احنا عندنا توصيات امبارح ظهرت ان مجلس الوزراء هيعمل مجلس اعلى لصناعات السيارات برئاسة رئيس الوزراء او من ينوب عنه ملاحظة الوحيدة اللي قارتها في هذا الخبر المهم جدا بالنسبة لنا كمهندسين سيارات مين الاتنين اللي هيجوا مع رئيس الوزراء كخبراء في قطاع السيارات احنا شفنا ناس في الصناعة موجودة في مصر لا تنتمي لنقابة المهندسين ولا تنتمي للمهندسين فاحنا بنقول او انا بقول توصياتي او انا بقول نصيحة معينة ان احنا لازم الخبراء يكونوا اصلا خبراء صناعة سيارات بالفعل هما خبراء في اي صناعة صناعة الحديد والصب صناعة الاسمن البيترو كيمويات كل ما هو صناعة موجود مهندسين في مصر اكفاء فلازم لما يجي نختار لازم نختار ناس بكفاءات معينة من اهل الخبرة ومن اهل الصناعة نفسها زي ما بيقولوا عندهم القبرة وعندهم العلم ايضا بطريقة لهذه الصناعة انا هتوقف مع حضرتك مرة تانية نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار فيجينا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة وخبير قطاع السيارات بنقابة المهندسين اهلا بحركة فاندم اهلا بسهلا بيك كنا بنتكلم عن مؤتمر مصر تستطيع وهذا المعنى وهذا الشعار اللي كلنا بنبحث عن آليات اللي تحقيقه وتنفيذه وانه نؤكد ويعني نتأكد انه فعلا مصر تستطيع النهود تستطيع القيام بأي حلم يحلمه كل مواطن مصري وكل في مجاله يعني حرا كنت بتتكلم عن انه عندك امنية انه اهل الخبرة واهل الكفاءة في قطع الصناعة وقطع صناعة الصيارات بالتحديد هم من يكونوا يعني متوليين ومسؤولين وقائمين على هذا الملف بالتعاون مع المسؤول او صانع القرار سواء رئيس الوزراء او اي مسؤول اخر عنده البدء في تحقيق وتنفيذ هذه الرؤية او هذه الاستراتيجية لمصر انه تحقق فعلا ما نتمناه في مجال الصناعة كالانا يفندم عن آليات تنفيذ هذا المشروع او هذه الرؤية وايضا دور التكنولوجيا الحديثة في يعني تحديث الفكر وتحديث الصناعة في مصر خصوصا ان حضراتك كنت بتتكلم انه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان تحتكر صناعة بعينها من الابرة للصاروخ او يعني تتولى صناعة منتج وخصوصا صناعة السيارات لا تستطيع انها تتولى صناعة المركبة كلها بالكامل هناك تكامل وتعاون وتنسيق بين دول اخرى فايه دور التكنولوجيا الحديثة ودور مصر في هذا القطاع بداية بس بنتكلم على ان من يتولى هذا المكان رئيس الوزراء او رئيس الدولة دايما بقول ان رئيس الدولة او رئيس الوزراء مش مهندس او دكتور كلاهما يعني رئيس الدولة عنده استراتيجي عنده رؤية هو ليه رؤية معينة الرؤية الصناعية دي مين يعملها المهندس الرؤية الطبية دي مين يعملها الدكتور الرؤية كازي يعملها فلا فدي الفكرة اللي انا بتكلم عنها ان احنا كل واحد في مجاله نقابة المهندسين المصريين فيها مجموعة كبيرة من الاستشاريين على مستوى العالم بيسافروا بيشوفوا هنا بنتكلم معدلات قياس الاداء عشان نجيب حد نحطه في مكان معين عشان يوصل بينا لعالم الصناعة يوصل بينا للنوهاو يوصل بينا للتكنولوجي الحديثة على مستوى العالم كل دول قبلهم في حاجة اسمها المانجمنت ستايل منظومة الادارة الليدرشيب الريادة ازاي نعمل ده وازاي نحول الادارة مع نحية الجزء الفني مع الجزء الاداري الهارموني ده او السينكرونيزيشن ده بيتم ازاي التوافق والتزامن ده بيتم ازاي عن طريق الفهم الناس دي كلها عندها من الخبرات المتركمة الكثير عشان نوصل زي ما حالك بتقولي للانترناشنال ستاندر القياسات العالمية بنتكلم على منظومة الكايزين كونسبت او الكنتينيوس امبروفمنت في اليابان تكلموا على الجودة ويتكلموا على السلامة لما نحقق معايير الجودة العالمية نبدأ نحقق كمان معدلات السلامة والامان بشكل كبير جدا هنوصل من النقطتين دول للنقطة التالتة اللي هي نقطة الساتسفاكشن الرضا الناس كلها تبقى مرضية بنعمل شبكة قومية للطرق في مصر انت بتمشي على طريق مرتاحة توصلي بسرعة قللتي زمن الرحلات قللتي معدلات الاستهلاك قللتي الزدحمات والتكدسات على الطرق قللتي معدلات الحوادز الناس ماشية فولي ساتسفايل الناس مبسوطة تماما طب لو احنا بنعمل ده كله نصرف 200 مليار جنيه عشان نعمل شبكة والشبكة تطلع بايزة يبقى الناس كلها مش هيبقى عندها رضا منظومة الصناعة كده بالزبط احنا النهاردة كل ما نعمل على زيادة مكون محلي موجود في الصناعات بتاعتنا هنبقى ممتازين هنبقى قوائل مش هيب ان انت ما عندكيش الخبرة وفي مجالات معينة مش هيب انه ما عندكيش النوهاو التكنولوجي والحرفية في صناعات معينة احنا دايما نعمل يعني ايه ناخد الناس بتاعتنا نوديها عند الناس اللي بتشتغل الشغل لنا دي فينزلوا معهم الشغل ويشوفوهم وبدأوا تدربوا معهم شوية شوية يبدأ ايدو يمشي شوية شوية يتلاقي الناس بتاعته الار ان دي في كل مصانع العالم وكل شركات العالم لدينا الار ان دي الابحاث والتطوير كل ما تبحسي في الجديد تطلعي حاجات جديدة ومصر موجود فيه علماء بره على مستوى عالي جدا في مصانع على مستوى العالم مشهورة جدا جدا الريادة فيها للمصريين فلما نجي نقل التكنولوجي دي لمصر عندنا اساسا اللي موجودين عندنا مونسين اكفاء عندنا فنيين اكفاء في مختلف انواع الصناع اللي موجودة في مصر هتوقف محضرتك مرة اخيرة نخرج لهذا الفاصل ثم نعود جازي الحقيقي ان احنا عندنا بنية تحتية يعني تكمل ان احنا نقدر نبقى مصدرين كويسين تبتز تفيد من خبرات الناس الدول اللي حواليك اللي عملت ناضق صادية قوية جدا في فترة زمنية والايلة وده بيوفر مجهود وجدول زمني انت في غينة عنه كنت مفروض انت تشتغل عليه من زمان بس يعني حواصل تبتوفر وقت دلوقتي عشان تبتزي تختصر المسافات يعني زي ما بيقولون والله شيء جميل جدا وكده بتدي فرصة للشباب اكتر للعمل في مصر اي شاب يستطيع بعد كده يعني ان يجاهد في حياته ويعمل اكتر المطلوب ان انا اضرب ناس جديدة لان الناس القديمة مش هيقدر يديني اللي انا عايزه الجديد ممكن الشباب ممكن يطور بس ياخد خبرات من القديم رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم مهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة وخبير قطاع السيارات بنقابة المهندسين اهلا بحضرتك يا فاندل مرة تانية وفي ختام لقاءنا ايه الامنية او التوقع او الرسالة اللي تحب حضرتك تختم بها هذا اللقاء ونحن ننتظر ان شاء الله في المستقبل القريب ان نرى مصر تستطيع ان تحاقق احلام شعبها ومواطنيها في كل المجالات ان شاء الله علمونا في اليابان مفهوم روح الفريق ازاي في مصر نشتغل بمفهوم روح الفريق يعني ايه اختار تارجت معين او هدف معين ان احنا نعمله ونجيب له الفريق اللي هنعمله نوظفه بجوب تسكريبشن وصف ووظيفه لكل انسان موجود في المنظومة نبدأ ندور الناس والناس تنزل نبدأ نرأي بالناس ونتابعهم نبدأ نطور في بعض الشغل اللي موجود ممكن نعمل الالترنيت في سيديوشن لو احنا شوفنا في وضع معين مش مزبوط نشيل حد نغير المكان ونبدأ نرأي بالناس نبدأ نتابع الناس في تقييمهم نبدأ نستخدم الكي برفورمانس اندكيتور في معدلات قياس الاداء نحسب الكفاءة بتاعت الناس الانتاجية بتاعت الناس بتاع فريق العمل نبدأ نحسب النسب ونشوف مين اللي واصل اتشيف التارجت بتاعه هو حق المستهدف او ما حققوش طب لو ما حققوش العيب عنده هو اللي عندنا احنا نتطور الجزء ده نعدل في الشغل ما فيش اي مشكلة تاني عشان نوصل للايه الانترناشنال ستاندر عشان نقابل دايما كانوا برا في اليابان يقولوا ايه ازاي تقابل متطلبات الناس لا هما في اليابان بيشتغلوا على حاجة اسمها ازاي تعدي تخيلات الناس اللي موجودة معاك كل ده من اللي بيعملوا ناس عندها علم عندها خبرات عندها من هنا عندها صفاء نفسي للفريق اللي بيشتغل معها فيه توقعات يعني مش توقعات مستهلك بس ده هما فاقوا توقعات العالم كله بالظبط احنا نفسنا نتعلم هذا كلام ونعمله بس اهم حاجة منظومة روح الفريق اللي بتتم بين فريق عمل بيقوم في الدولة المصرية هنا او في مصنع او في وزارة او في الدولة بالكامل او في اي مشروع او في اي منتج او في اي مؤسفة هنا بس نقطة صغيرة اللي احنا بنتكلم عليها المركزية واللا مركزية دايما لازم نشتغل على منظومة اللا مركزية ادي كل فريق العمل كل واحد وزيفة معينة وتعالى في الاخر حسبه لكن احيانا تلاقي المدير وانا مسك كل حاجة في ايده ما حدش يقدر ياخد قرار طبعا دي منظومات بتسبب فشل خاصة في عالم الصناعة بشكرك جدا يا فاند مهندس جمال عسكر رئيس جلالة الصناعة وخبير قطاع السيارات بنقابة المهندسين شرفتاني فاند شكرا جزيلا ان احضرك وتعقم العمل بالتوفيق افاند وغدا حلقة جديدة على ارض مصر